على صعيد بقى الترتيب للفترة الجاية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المفاوض بالإشراف على الكرة عمل اجتماع النهاردة مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع النشئين ومع مستر بروكتش المدير الفن التشيكل لقطاع النشئين للإطمانة على استعدادات فرق القطاع للموسم اللي جاي وخطة العمل الحياة لأنه قطاع النشئين شغال دلوقتي باستراتيجية مختلفة خالص في فكر العمل في تشكيلات القطاع أيضا في أهدافه حتى في السياسات يا بشمانس هو شوف عادينا نشوف الثمار يعني فيه المجهود فيه النظام فيه عدة الترتيب فيه استراتيجية فيه سياسة بتنفذ وفيه مجهود مخلص جدا عادينا نشوف ثماره اللي هي ايه بقى فإنك تشوف مواهب تشوف ترشيحات الفريق الأول تشوف عروض ونتائج طيبة ولو نجحنا في الربط الفني بين الفريق الأول وقتع النشئين من حيث التكتيك وأسلوب اللعب وطرق إعداد النشئين بدنيا ونفسيا يكتمل السياسة وأعتقد أنها سوف يعني تأتي بثمارها قريبا عدية في نهاية neste time تشوف توقف توقف